رحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولهما بعد إخواني الكرام في هذه الأيام لا حديث يعلو على حديث تحضير النفس إلى موسم عظيم نسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان وأن يتقبله منا وأن يجعلنا وإياكم فيه من المقبولين الطائعين إخواني الكرام تكلمنا في المرة الماضية على أن رمضان هو عبارة عن نعمة لبعض الناس ولكنه قد يكون عذابا أو سببا للعذاب على بعض الناس الآخرين مثل والدين مثل والدين ممكن تدرك والديك يدخلوك الجنة وممكن الوالدين هذوك يدخلو الإنسان إلى النار يعني ممكن الوالدين يكونوا سببا في دخول الإنسان إلى النار إذا كان الإنسان لم يغتنم الوالدين وربما قد سب الوالدين وربما قد عذب الوالدين وربما قد أبكى وأتعب الوالدين هذا العقوق الوجود انتع الوالدين موجودين ولكن سبب دخول هذا الانسان للجنة هو النار هو عدم اغتنام وجود الوالدين نفس الشيء تلقى انسان يلحق عليه رمضان ورمضان هو نعمة بس احبا مشي على جميع الناس كي الناس يلحق عليه رمضان ولكن تلقى هذا الانسان لا يزداد في رمضان إلا سوءا وهذا يقول لي مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يؤمن على دعاء جبريل لما قال امين واتني جبريل وقال يا محمد رغم الف امرئ ادركه رمضان فلم يغفر له فابعده الله شفت كيفاش يعني كي الناس في رمضان يزيدوا يبعدوا على الله يا ربي عافينا وعافيكم ان شاء الله ولذلك الان كون رمضان يجينا مشي مع ترى نربحنا كي جينا رمضان ونحن نشتهد فيه ونغير نفسنا هذا الربح انتعنا ان شاء الله ولذلك الانسان لا بد يستعد من الان نفسيته نفسيته ونيته وقلبه يستعد انه في رمضان هذا يكون رمضان تغيير نفس مجاهدة النفس ولهذا الله عز وجل قالنا في النداء تعو لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام قالنا اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب النار وصفدت الشياطين ونادى مناد من السماء او ينادي مناد من السماء ان يا باغي الخير اقبل ويا باغي شر ادبر يعني اقصر يعني باغي وش معنى انت الباغي يالي رك حاب تسق من روحك اك حاب تستفيد من رمضان اقبل الصوق هذا تعرمضان موش مفتوح لجميع الناس للانسان فقط لرهباغي الخير وهذه الشي العظيم الذي يعني نأخذه وسنفصل فيه ان شاء الله في الجمعة هو مجاهدة النفس رمضان هو مدرسة لمجاهدة النفس مصباح العشياء وانت يا جيعان وعطشان وفي الليل ما ترقدش ولو كنت خدام صباح تجي تقوم الليل يعني كان شي متعب في رمضان رمضان متعب لماذا؟ لانه الله عز وجل جعلهم ادمار فرصة لماذا؟ فرصة للطاعة والمسابقة في الخيرات قراءة القرآن تدبر القرآن الجود والإحسان محاربة النفس الشح يخرج الانسان من عنده ويمدل الناس الآخرين هذه العبادات الأربعة من أبرز العبادات في رمضان وهي الصيام وهو ترك مجاهدة النفس على ترك ما يشتهيه الانسان عادة في طبعه والأمر الثاني وهو مجاهدة النفس على ترك النوم وقيام الليل لهي قيم للإنسان ليقوموا في الليل والأمر الثالث وهو مجاهدة النفس على بخلها وشحها وإعطاء الناس ما يمكن إعطاؤه لهم وهذا كذلك فيه مجاهدة والأمر الرابع وهو مجاهدة النفس يعني اللهوي والسفاسي في الأمور والفراغي وغير ذلك مما نعتاد عليه من الهواتف واللاعب ومشاهدة الأفلام وترك النفس والكسل هذه كاملة احنا منها كامل ورميناها وفتحنا المصحف وقلنا القرآن الكريم إذن قراءة القرآن الكريم ما رايش قراءة أبرك قراءة القرآن الكريم هي عبارة عن مجاهدة النفس على ترك اللهو لذلك تلقى بعض الناس يلقىهم سكين عايش هذه المجاهدة يفتح المصحف يقرأ شوية بعد يحط يفت التليفون يشوف يزيد يقلب شوية بعد يحط المصحف كان صراع موجود هذا الصراع موجود هذا المجاهدة التعكية تم وهذا الصراع الموجود في الأكل والشرب وهذا الهلع لم يديره في الأسواق ويجري ونهار رمضان ما رمضان إنساء الله يبلغنا وإياكم هذا الشهر المبارك ما شهر أكل هو شهر صيام نحن هنا غلطين ندينه شهر ماكلها سماك يبدأ أشوف من الإعلام والكلام والناس في المقاهي شهر ريدي لدي أي خاش طلعت أو جاي رمضان أو جاي رمضان طلعت ومن بعد أسعار مطعومات وبعد الأسواق الجوارية وبعد الحكومة اتخذت إجراءات كاذا تقول كنا دخلين في الحرب حرب شغل حاجة ولي أنا رجعنا هغول وهو شهر صيام على بالك شهر صيام سماك صايم العشيات تأكل كما كنت تأكل وتأكل قل من اللي كنت تأكل فقط حاجة رانا نزيده من حجمها يلقو ما ما أعزكم الله هذا ما كان هذا وشهر نزيده ومن بعدها نلقاه وروحنا بلي يدخل علينا شحال سقسية تقولوا شحال عاش تنتم رمضان قولوا كنا نمجوز 45 رمضان وشبيك وتبدل والله ما يتبدل حاجة فيها ما زال غير الغيبة والنميمة وترك الصلاوات والكلام الفاحش والغضب وسب الله وتتبع ورات المسلمين ما زال قلب هو هو حقود حسود ما زال نفس الشيء الإنسان هذا على ما تغيرش في رمضان لأنه دا رمضان بالعادة لنا نمشي بها وهذا لابد من التنبيه عليه دائما 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 حتى نرجع إلى وعينا ونرجع إلى الصورة الحقيقية لرمضان التي نسيناها هذا هو الأصل في هذا الأمر وشيء يجي مزيد كلام على مجاهدة النفس شخص في خطبة الجمعة أنا عندي نداء لإخواني المصلين أو المتابعين نحن الآن نرانا ديرين صفحات تعنا ورانا نحاول نلحق كلامنا إلى أقصى الحدود إن شاء الله يعني بالعكس الحمد لله الناس في أوروبا وغير ذلك رام يستفادوا من الدروس استفادة يعني واسعة ولله الحمد مننا وما كنا نتصور بفضل الله تبارك وتعالى ما كنا نتصور عدد التائبين وعدد المقلعين عن كثير من الأفات الاجتماعية وما كنا نتصور الإصلاح اللي واقع بين العائلات وما كنا نتصور أننا نلحقنا للناس في المخامر في المخمرة الناس جاءوا للمسجد وقالونا ما يشان أبرك يعني كل الدعاة اللي يرهم خير مني وأحسن مني وأفضل مني يعني يؤدون دورا أفضل منها ولكن شوف الناس يجيك إنسان يقول لك أنا جبتني من المخمرة ما خرشت لي في المخمرة أنا كنت في الملها كي شفتك أنا سمعت هذه الكلمة وأنا في المكان الفلاني يعني الإنسان الحمد لله رب يجعلنا هذه الوسيلة ونسأل الله يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول هذا الشيء هذا رأى شيء عظيم والحمد لله رب العالمين سأل الله يتم بالخير والعافية هذا الأمر هذا إحنا رأنا نمشو عليه وبلمزيتنا يعني مع إخواننا اللي رأهم دايما يرفقونا ونصورو ونوقفو ولكن الآن إحنا أحيانا يبرك الإنسان لأن كل شيء رأى لنا فقطنا ما نسحقه حتى حاجة من إنسان من الله تبرك وتعالى ولكن إحنا الآن أنا نوجه ندال إخواني المصلين والمتابعين أننا الآن حبنا نطور الأمور تعالى شوية سحق لنا كاميرا بش يبقوا الدروس للأجيال الجاية إن شاء الله لأنه كان دروس ونصوروها تروح لنا هكذا كبرك يعني تروح خسارة وإحنا ماذا بينا نجيبوا كاميرا نجيبوا كومبيوتر نسجلوا المواد نتعنا وتبقى موجودة نفتحوا موقع ونحطوا إنسان يوقفنا على الصفحات يعني خصنا نطوروا شوية ما نقعدوش كيما رأناها هكذا هذه وسائل يعطاهانا الله سبحانه وتعالى ومدى بنا نديروا أشياء الآن رح نزيد ونفتحوا إن شاء الله ثلاثة عودوا نديروا ثلاثة بث مباشر يعني في تيك توك واليوتيوب والفيسبوك بش نلحقوه إلى أكتر شريحة من الناس ورح تكون إن شاء الله بجميع اللغات إن شاء الله عز وجل حتى نوصلوا للناس الآخرين وليما لا نقدر نوصلوا للقوار ويدخلوا في الإسلام إن شاء الله تبارك وتعالى والحمد لله وصلنا لبعض الناس وهذه يعني يقدر الإنسان مدى ما أعطانا ربي أعطانا وسائل أعطانا كيفاش ندخلوا كين تقنيات كين علوم كين حاجة نقدروا نوصلوا بها فإذن أنا نقول لك بالله لعلها دركة في هذا الوقت هذا ما كاش صدقة جالية يقدر يديرها الإنسان كما حاجة كما هدية لأننا نرى نستعملوا في حاجة هكذا مثلا هاتف دوك الآن نحن نديروا ثلاثة هواتف تعود تدير البت المباشر في كل درس ونسحقوا ثلاثة ميكروفونات يعني لازم يكل واحد لا يسقب على الهاتف باش الصوت يخرج صافي وعندنا ناس هم اللي يقطعوا المقاطع ويديروا ويخدموا يعني ونديروا للأضواء التي تحسن من الصورة والجودة على الصورة وعدنا كاميرا أخرى رابعة اللي هي كاميرا احترافية اللي راح تصور وتحط المادة العلمية في الكمبيوتر باش تبقى المادة العلمية والفيديوهات محفوظين للناس كي يحب الإنسان يدخل موقع يخرج فيديو ولا يخرج مقطع يلقاه موجود في أي لحظة وكين أشياء أخرى كثيرة يعني ما زلنا نحتاجها كثيرا يعني احنا ندير في بالك بل رانا كل هاتف من هذه الهاتف الثلاثة رانا نفليكسيه له وباش نديره له لانترنت باش نقدره نبعته للناس يعني هذا كله يحتاج أننا نتعاون في سبيل الله أي إنسان قدر يؤدينا حاجة من هذه الأمور مرحبا به أنا إن شاء الله عز وجل أقول له أنها تكون له صدقة جارية عند الله وما يهدي ربي إنسان واحد إلا وتكون له بإذن الله عز وجل صدقة وبركة في ذلك الإنسان إن شاء الله عز وجل لأنه راح يكون وسيلة معنا على أن نوصل هذه الأمور التي حبينا نوصلها للناس ونحن الله شهيد علينا أننا لا نريد إلا الإصلاح فقط لا نريد شهرة ولا نريد شيئا ولا شكرا ولا إلا من الله تبارك وتعالى المهم الفرحة الكبيرة أنك تشوف الناس يجي يقول لك أنا تبت لما سمعت الكلمة الفلانية تبتنا الله الفرحة الكبيرة أننا نشوف إخواننا الشباب لك أن نريحين في طريق الغواية أنهم الآن يرجعوا إلى الطريق المستقيم والفرحة الكبيرة ثاني أننا نسمعوا أن إخواننا في السجون راهم يحطوا في البرنامج تتاحهم الدروس ويسمعوها في كل السجون والحمد لله رب العالمين يعني لما تسمع هذه الأشياء وإخواننا في الغربة كذلك في فرنسا وفي سويسرا وفي إسبانيا وحتى في أمريكا في بعض المساجد يحطوا الدروس بتاعنا في التلفزيون ويتفرجوا الناس في المسجد يعني وراه الناس تسمع في الخدمات تاعه وفي سيارته يعني يشير خير هذا أراه ربي يصخره أراه ربي يصخره إن شاء الله ربي يجيب الناس خير منا بالآلاف لي ربما يكونوا أبلغ وأعلم منا وأحسن منا وأخلص منا ليقدروا يلحقوا المهم الأمة تنتفع هذا والصح وهذا من أعظم الجهاد الذي نقدمه في هذا الوقت الذي كثرة فيه الإلحاد وكثرة فيه الفكر الفاسد وكثرت فيه القلوب المتعفنة وكثرت فيه الأفكار المتطرفة وكثرة فيه ماذا؟ أعداء الله عز وجل الذين لا يريدون لشبابنا أن يدخلوا الجنة كثرة فيه الأعداء إحفاد إبليس وأبناء إبليس وإخوان إبليس الذين لا يفرحون إلا إذا سمع فلان دخل السجن ولا يفرح إلا إذا شافك متهم تسكران ولا يفرح إلا إذا شافك دخلت في جاهنم فنحن نعمل على هذا ونسأل الله أن يجعلنا إياكم من المتعاونين وأن يتقبل منا ومنكم والحمد لله رب العالمين